ببرنامج دردش مباشر مستمرية إلى أن ملك الله سبحانه وتعالى يأجل دفاعاً من دين الله سنة رسول الله لما يكون تسعين في المية من دينك قائم على التعرف الأخر لإثباته وتسعين في المية من دينك قائم على الطقية أي الكذب ويكون هذا الميزان فقط هو الميزان الوحيد اللي بتحاول تتسلق به على أكتاف الآخرين في إثبات صحة ما تعتقد يبقى لازم نديك على أفاك ونقول لك تعالى 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 أخدك أفا واثنين وثلاثة لكيف اشترى أبي بكر الصديق فاطمة وعلي سؤال بيطرح نفسه على العقلاء وهل فعلاً من المعقول أن أبي بكر الصديق اشترى فاطمة وعلي وما معنى الشراء هنا أحبتي الكرام هل المقصود أنه أسكتهم بالمال على ميزان الشيعة نعم أما على ميزان الإسلام والمسلمين وعقيدة أهل السنة فلا إزاي عم عشر عندما ذهبت فاطمة للمطالبة بأرض فدك برجولة مطلقة لا يمنكها عليه ابن أبي طالبة إيه اللي حصل سألت أبي بكر ميراثها من فدك وخمس خيبر ومال الفيء ده اللي سألته فاطمة على أبي بكر طب أنا عايزة أسأل السؤال الجوهاري قبل ما أخش في النقطة وما أبحث ده هو الضقر علي بن أبي طالبة في الفكر الاثنى عشري كان بيصرف على فاطمة من إيه ويطلع واحد يقول لك بيضرب الأرض تطلع ذهب أتحدى وما زلت أتحدى أن يكون علي أخرج جراما من الذهب في الأرض شوف كلامي واضح وصريح تحدى ثم أتحدى أن يكون علي أخرج جرام ذهب واحد من الأرض صرف عليه عشان الناس اللي هي مغفلة للأسف تفهم وتعي لماذا قبل علي وفاطمة أن يأخذوا من أبي بكر أموال المعيشة رغم رفض أبي بكر إعطاءهم فدك هو المفروض صاحب الحق هل من الممكن أن يتنازل عن حقه ويأخذ جزء من حقه طب هل كانت فاطمة راضية أم غاضبة عندما كان أبي بكر يعطيها من عطاء الخمس ومال الفيء للمعيشة على ميزان الاسم العشرية وأشتراهم كده قال لهم بقول لكم هي عم الحج انت هو مفيش حاجة بقى فتك انت لكم تاكلوا وتشربوا وتناموا في الوصة هي كل شهر بتجلكوا قلوا اشربوا منها اما يكون علي ابن أبي طالب من رجل البكر يطلع يشتغل ويصرف عليك مش هذا اللي بقول ده الميزان الاستعشر اللي بيقول طيب لو سألنا الشيعة سؤال من أين كان يصرف عليه هتلاقي الشيعة دخلت في الحيطة مباشرة ليه يا عم أشرف وهو النهاردة هم ليس عندهم دليل قطعي النعريب ده بطالب كان يعمل في أي مهنة أساسا ممتاز يعني ايه للإمام المعصوم صاحب الولاد التكوينية كان عيش عالى في حياة مين أبي بكر وعمر وعثمان نعم على ميزان الشيعة كان عيش عالى عليه كان راضي بالفلوس اللي بيديهانه اشترى بيها أبي بكر اللي خدت على أخرك ايه أخرك فلوس خدلك إرشان ووسكو هتقلت تقلت تشرب وتنام وتشتري شوات جواري عايز أكتر من كده أعمل حق تمام ولا ما عايز أكتر من كده لأنا الإمام قال له لا مش عايز أكتر من كده قال له عمه تدوز هات اللي انت عايزه وهنديك منه لغنائم وهنديك من كذا وهنديك من كذا أنا بأسهل السؤال المشروع لماذا رضيط المعصومة فاطمة أني يشتريها أبي بكر ويشتري زوجها بهذا المال رغم قول الشيء عنها غاضبة بن أبي بكر فالإنسان اللي بيكون غاضب من إنسان وده أول مرة تسمعون الزمان دي يقبل منه أموال يأكل منها ويشرب منها ولا المفروض لا يقبل كل هذا إما أن يأخذ حقه كاملا أو يتركه كاملا ما ينفعش يأخذ نص الحق ويسيبه نص الباقي عشان كده لو رجعنا للرواية اللي إحنا بنعرضها على الشاشة أحبات الكرام لو ركزنا في حروف ثانية واحدة لو ركزنا في حروفها هتلاقي إن المطالبة فاطمة في يوم فدك لم تقبل لفدك فقط يعني الأقضية مش فدك بس الأقضية فدك وخمس خيبر ومال الفي طب ليه رديد تأخذ خمس خيبر ومال الفي وتعيش منها هي وعلي ابن أبي طالب يصرفوا منها على الحسن والحسين تمام وفي نفس التوقيت اللي هم المفروض لهم حقوق شرعية كما يدعي الاثنى عشرية في قضية إيه آآ فدك تمام تسألوا نحن لو كتبنا كده ميرا ثاها من فدك وخمس فيبر هذه كده نطلع الرواية فلنا الأحبة بارك الله فيكم آآ كما يظهر على الشاشة حديث الوارد في صحيح البخاري ابنة رسول الله سألت أبي بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثة مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه مال الفي تمام تمام فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه قال نحن مع عشر الأنبياء لا نورص ما تركناه صدقة فغضبت فاطمة إلى آخر الحديث ممتاز يبقى إذن هنا في الرواية قال لك مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من خمس خيبر ثلاث أمور طلبتهم فاطمة فاطمة وفقت بالأولى خدتها وخدت خمس خيبر ولم تأخذ فدك ودي القضية إنه بيجهلها كثير من عام الشيعى الإثنى عشرية طب إذن الميزان هنا يا حبات الكرام حفظكم الله بيقول الآتي تمام لذلك الله خير أن أخونا برأس بيقول الآتي بيقول إيه إما أأخذ حق كاملة أو أترك حق كاملة أنا ما عنديش استعداد الآن أتنازل عن جزء من حق لذلك نجد حتى الإمام في الفكر الإثنى عشرين تنازل عن كل حقوق أساسا ولم يتنازل عن جزء فقط بتنازل عن كل حقوق أساسا وعشان كده في الحلقة الرابعة للتوالي في قضية الإمام أبي بكر نثبت للإثنى عشرية قاتبة أن الفكرة في المعتقد الإثنى عشري ضعيفة